كما باللحم كما بالدجاج المعلاقة تكة لحم تكة دجاج دجاج شوي حسب الرغبة حسب الصياني اللي بشكل اللي يريدوها يعني حسب الدجاج الله بعد من صارت الأحداث نزحت التركيا ورجعت التركيا لقيت ما عملك كل شي يعني البيت الشخصي والمطعم الشخصي اللي عايشاني من كل الصفير يعني يعني عبارة عن شي دمار دمار يعني ما بي أي فايدة ورغم حتى الأجهزة يعني نقول ما للعمل اللي نشتغل بها مثل المكاين أو العدات الكاملة البرادات كلها بها موجودة وقاومت على نفسي والاعتماد على الله ثم عن نفس وعدت النبا نفسي من الصفير رغم العمل مو ذاك يعني التطور القوي من ناحية الأجهزة بس لكن الطعام وشغلنا هو الأولي العالم قاعد تيجينا يعني فضل من الله يعني من مناطق بعيدة يعني من تكريس تيجينا من شويش من باقي يعني قضاءت ومن داخل بيجي وخارج بيجي طبعا طبعا عندي أنا لعاقة وشي يعني الحمد لله وشكر صار أنا أكثر صابتي صار عواقي بالأحداث مال 2003 وصار عندي بترساق فوق الركبة وأحمد الله وشكره لحد الآن حتى راتب ما عندي أي راتب وأي حقوق ما أستبلك خلاص هذا الموضوع يعني إيش استحبيته حقيقة لأن قلت لك العيشة صعبة فما قدرت أشتغل غير هالشغلها يعني تدري أنا معاق يعني مو مثل باقي واحد يقدر يشتغل حمالة أو يقدر يشتغل عمالة أو يقدر يشتغل بغير عمور لأن أنا قلت لك بترساق عندي والله الشباب يعني نصيحتين لهم يعني لا يظلوا قاعدين بالبيوت ومعتمد ويريد من الحكومة التعيين والوظيفة لازم أن يطمح ويدوس على نفسه وهو يقوم يكون نفسه مثل ما إحنا كونا نفسنا وصور عنا اسم مثل ما يقول بين الناس ورغم إحنا معوقين وقمنا على أمورنا كلها أولان من الزوجين وصاحبين عوال وأسسنا اسم وبعدين نشتغل هذا الشغل كله يعني مثل ما يقول وعلى الله رازقنا والحمد لله والشكر اشتركوا في القناة